هذا ورصد مراسلنا في قطاع غز غاز العلو المناطق في رفح باتت خالية بعد نزوح جديد لغزيين سكنوا تلك المناطق قبل بدء العمليات العسكرية في المحافظة الجنوبية لنتابع يبدو هذا المشهد اعتيادياً الآن في مدينة رفح في ظل تهديدات الاحتلال وإلقائه قنابلة بشكل عشوائي هذه الحالة من النزوح مستمرة منذ نحو ستة أيام ولكن بطبيعة الحال هذه الحالة تلقي بظلالها على شوارع مدينة رفح هذا الشارع أحد الشوارع الرئيسية والذي يوصل طبعاً الشوارع المؤدية إلى المستشفى الكويتي بطبيعة الحال بات فارغاً كان هذا الشارع في السابق خلال الأسبوع الماضي والأسبوع التي سبقت مليئاً بالمواطنين الفلسطينيين مليئاً بالحركة الآن الهدوء يعم المكان حالاً من القلق يعني تلاحظ في هذه الشوارع بدءاً من المناطق الشرقية وصولاً إلى المنطقة الغربية يعتبر هذا الشارع من المناطق الغربية الموجودة في مدينة رفح وبطبيعة الحال المناطق الغربية لم تهدد بشكل رسمي من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولكن ما يمكننا قوله بأن هذه المنطقة الغربية وصلتها القذائف المدفعية كذلك الصواريخ وأيضاً زوارق حربية كانت قد ألقت القذائف باتجاهها ما دفع المواطنين للنزوح والذهاب إلى مدينة خانيونس إلى المحافظات الوسطى بطبيعة الحال كل ذلك يأتي في إطار تهديد الاحتلال بشأن عملية عسكرية موسعة في مدينة رفح هذا المكان كان مليء بالنزحين اليوم كلهم تركوا المكان ورحلوا هذا الإشي بيعطيك شعور بالخوف بالخوف أكيد ها في فكر واحد أنه في بلاده يعني ومدروح فيه يعني نحن نجينا نخوف طبعاً ونزحنا من مكان لمكان لما نجينا نستقررينه هانو من ناحية حماماتهم وأيوه كل إشي متوفر حالياً كله راح طب ليش ما نزحت مع اللي راحلوا؟ قلت المصاري الإمكانيات والأبصر اللي لقي مكان كمان طب هاي المنطقة من المناطق الغربية خليني أحكي اللي ما وصلها تهديد مباشر ليش الناس يعني جيرانك ليش طلعوا ليش راحلوا؟ مش القلة اللي سووا فينا في غزة وفي خانيونس وانوان يعني أنا حصرت في خانيونس حتى وطلعت من نظام حلبات يعني أنت يعني عارف أنه فكرة التهديد حتى لو كان المناطق الشرقية لا ممكن يطول مناطق تاني؟ أكيدا ممكن أنت يقصفوك هنا وتيجي شضايا عليك مثلاً تروح فيها وانت كيف الوضع بشكل عام؟ والله مش مش منيح بطمنش يعني هنت شايف هي ناس تنزح قبل دحوي خمسة أشهر كان هذا المكان فارغاً كما هو الآن ولكن وضعت فيه خيام للنازحين الفلسطينيين ومن بينهم عائلتها التي وضعت خيمة هنا وجلست فيها لفترة من الزمن ولكنها قررت الرحيل بعد أن بدأت عملية رفح التي يسميها الاحتلال المحدودة هنا بقايا الأغراض والمستلزمات التي كان يستخدمها المواطنين هذه أنبوبة للغاز وكذلك بطارية أيضا هنا بعض الحاجيات الغير لازمة للنازحين الذين كانوا قد أخرجوا خيامهم من هنا ورحلوا إلى منطقة أخرى غاز العلول من مدينة رفح رؤيا